في هذا المثال سوف نتعرف حيثية إضافة غلال شادو إضافة التأثيرات للعبات 3DFX على الأسكان التي تم إدرامها إلى المستند سنقوم بولا باختيار الذي نريده سنضغط على المفتاح style ونختار من هذه التأثيرات وبالضغط على shadow settings سوف نختار شريط على shadow settings حيث يمكننا التحقيق في موضع الظل بالنسبة للشكل الأصلي وذلك يضغط على هذه النتيح ومن أقل shadow color يمكننا إضافة لون آخر الظل ويمكننا تضيف أضافة shadow على جميع ناصر الهال بما فيها ناصر word يمكننا أيضا تحقيق التأثيرات للعبات 3DFX فنختار الشكل ونختار الصائمة 3D ونختار التأثير الذي نريده وبالضغط على 3D settings يظهر شريط الأدوات explain settings حيث يمكننا التعمل الدوران لدفم الناتج بالضغط على هذه المفاتيح وبالضغط على الأحداث سوف يمكننا تغيير عمق المجسد باختيارة القيمة التي نفعلها من هذه القيمة وبالضغط على المفاح يمكننا تغيير اتجاه المجسد ونختار أي من هذه الاتجاهات وبالضغط على 3D يمكننا تغيير اتجاه المجسد ونختار المزيد يتحكم في شكل الأسفل الناتج ونقائمة 3D يمكننا اختيار الخامة المجسد المتطبيق على المجسد ونقائمة 3D color نحدد اللغة التي نريده لشكل ثلاثي قعد